أنا لا أتذكر لحظة كابتن لحظة علىك عملتي في لحظة دي للأمانة كانت كان شعور صعب جدا نحس أنه الدنيا قلوبة تونسي كحالة سوداء لأنه لأنه تلاتة قائق وكنا نفكر في اليابان وكاس عالم الأندية وكانت حاجة جديدة 2006 حاجة جديدة فتخسر كل هذا في لحظة أكيد أنه الموقف كان صعب جدا نقول لك مشكلة أنه في الواحد والوقت لما كل مرة بيعادي الناد الأهلي مسترمن الجزاء في الصفر صفر يقدر يجيزه حتى لو يجي في هدف عادي لو سجل يبقى الناد الأهلي بطل لو ما سجلش عادي لأنه هذك هي الكور يجمي يخذ الريسك في المقابل أحنا ما عرفناش أقعدنا ندافعوا نخافوا نهاجموا نخليوا المساحات نادي الأهلي فيه فلافيو خطير مع متعب خطير تغييرات كانت بصراحة يعني ممكن تغيير الناس كان غريب بالنسبة لهم مسترمن الجزاء طلع عبدالله باكريت ودخل إسلام الشاطر عمل شوط ثاني عالمي تعبنا تعبنا كثير من الناحية اليمين بتاع نادي الأهلي في وسط الميدان كيف كيف تخلى شيتوس تعبنا كثير أحنا لعبنا بثلاثة لعبين ارتكاز ومدرب آخر مدرب مشكة نحنا يعني اللاعبين الضغط علينا هو مدرب أو التغيير عمله آخر بتغييرات أو التغيير عمل بعد ما ندل أدي سجل يعني تعرف أنه الضغط كان كبير ومعرف نش نتعامل مع الضغط الأمان طبعا كابتن هنكمل مع حرات